بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خارس تهانيه بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة مشيدا سموه حفظه الله في هذه المناسبة برسوخ أواصر العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط دولة الكويت وسلطنة عمان الشقيقة وبالإنجازات الحضارية البارزة التي حققها البلد الشقيق على صعيد مساره التنموي الطموح متمنيا سموه لجلالته مفور الصحة وتمام العافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة ضمنها سموه خالصة هاني بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة راجيا سموه لجلالته مفور الصحة وتمام العافية ولسلطنة عمان وشعبها الشقيق كل التقدم والنماء في ظل القيادة الرشيدة لجلالته بعث سمو الشيخ أحمد نوافل أحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده